ازايكم فواحيين عاملين ايه النهاردة بكلمكم عن عطر من العطور اللي حصل بخصوصه انتقادات كتيرة و جدلات الفترة اللي فاتت العطر ده انا شخصيا كنت متشوق ليه جدا وبمجرد ما سمعت عنه حسيت انه يعني هيبقى ثورة في عالم العطور ويعني اوضح لكم دلوقتي الانطباع الخاص به العطر ده هو سوفاج او فورت ده من ابداع العطراجي فرانسيس كاركتجان ده العمل عطور زي بكرات روج وجنتل فلوديتي سيلفر وجولد ويعني مسكلا بلوريال مجمع كتير قوي من العطور النيشية مرتفعة الثمن هو قدم لنا سوفاج او فورت انا شخصيا وبكل وضوحه بكل صراحة يعني ما قدرتش اجيب الزجاجة لان الزجاجة السعر المعلن عنها حتى اللحظة تقريبا حوالي 300 يورو او 350 يورو ففكرة ان انت تشتري زجاجة عطرية سعرها حوالي 17000 جميع مصري او 20000 جميع مصري من غير ما تاخد انطباع او من غير ما تشم حتى الريحة نفسها عملت ازاي ده شيء بالنسبة لي بصراحة يعني ممكن احس انه فيه مخاطرة عالية قوي خصوصا ان العطر حصل بخصوصه مجموعة كبيرة قوي من الجدالات طيب او فورت يعني الماء القوي والعطر ده بيجي تكمله لسلسلة عطور سوفاج اللي بدأ بالأودوت والات وده كان حنضيات منعشها مع الفلفل الاسود ووجود الامبروكسان في الدرايداون بعد كده بيجي سوفاج الادب ده برضو على نفس الخط بس المكونات اعمق اكتر وممكن تحس فيه بلمحات خشبية اكتر بعد كده فيه سوفاج بارفام ده بيجي بشكل عمبري اكتر تحس فيه بدسامة اكتر وممكن تحس ان هو ريحته باودري نوعا ما انا بوصفلك بشكل عام بعد كده جي سوفاج الكسير سوفاج الكسير هو مزيج ممتع وجميل جدا من السبايسز الممزوجة مع الاخشاب وموجود معها لمسة كده ممكن تحسها ان هي مسكية باودري او نظيفة دي السلسلة الخاصة بسوفاج الاربع عطور دول ممكن نتكلم عنهم بعدين لكن انا النهاردة بكلمكم عن الاوفورت او الماء القوي في البداية هو عطر غير كحولي عطر معمول بشكل حليبي عطر مائي دي طريقة من طرق التصنيع ان هما مش بيضيفوا الكحول يعملوا العطر من خلال المياه والزيت ومواد تانية بتساعد على اندماج الزيت نفسه مع الماء في هوا القطر قايم بشكل حليبي انت شخصيا بمجرد نتيجة تستخدمه وترش منه وانا اكتشفت ان المشكلة دي موجودة يعني انت هتحس ان يعني فيه احساس مائي كده فيه ريحة مية حقيقية مش ريحة مية عطرية ده انا حسيته نوعا ما بالاضافة ان انت ممكن تلاقي زي خطرات كده صغيرة لان هو مش الكفافة بتاعته نفسها اعلى من العطور الكحولية فتحس ان هو مش بينتشر بشكل قوي قوي فممكن تحس ان هو بيسيب لك مجموعة من النوعات كده فانت هتحتاج ان انت يعني ايه تدعاكوا على جلدك كده لو انت رشيت منه طيب في البداية يعني عشان ابقى صاريح معاكم وانا جهزت مجموعة كده من الملاحظات اللي انا سجلتها انت هتبقى بترش وانت متخيل ومطاقة ان انت هتشم عطر في قوت سوفاج الكسير مثلا او هتشم حاجة على نفس الخطة بتاعت ولكن انت هنا هتشم حاجة هي حلوة وجميلة وظريفة ولكن هي مألوفة وهتحس ان هي من ستريم هتحس ان هي كمان منتشرة برضو فانت في البداية بمجرد ما ترشه هتحس ان انت شميته قبل كده ولكن انت مش قدر تحدد شميته فين او ايه اللي شبهه وانا شخصيا اول مرة استخدمته ورشيته حسيت انه بيديني احساس كده منتي او احساس نعناع فكرني في فرزاتش ايروس فده كان بالنسبة لي شيء غريب او اللي هو يعني ده شيء مش مفهوم نوعا ما يعني ولكن دخلت دورت وشوفت التعليقات المختلفة على المواقع الاطرية المختلفة والمنتدات الاطرية المختلفة يعني لقيت فيه ناس كتير بتتكلم على انه ايوه في البداية هو فيه لمحات من النعناع وهي في الواقع هي مش لمحات من النعناع يعني هما حسب ما هو معلن هما كتبين في المكونات كتبين مثلا ان هو بيبدأ بالإلمي او الإلمي ريزن اللي هو نوع من انواع الاصماغ يعني ومع اللي سبايسيز مع التوابل فأنا يعني محستش الإحساس ده اخدت الانطباع الاسبايسي اه ده حقيقي انا وصلي الجانب الاسبايسي ولكن مخدتوش اسبايسي بالشكل اللي هما بيتكلموا عليه انه هي توابل بقى وممكن حد يتصور ان هو يبقى فلفل اسود او ممكن حد يتصور ان هو يبقى البينك بيبر والكلام ده كله لا يعني هو انت بتشم ريحة ريحة اروماتية احساس عشبي كده وبعدين هما بيقولوا ان في مقدمات الوسط بيجي الليفندر انا ما شميتوش لافندر صريح ولكن انا حسيت بإحساس اروماتي ممكن نكون شمناه وحسناه في الكولونيات القديمة بتاعت زمان وهو لافندر يغلب عليه الطابع المبلل نوعا ما انا حسيته مبلل بشكل من الاشكال يعني وإحساس الليفندر ده اختفق قوي وراح بسرعة يعني بمعنى اصح وبعدين ظهر احساس تاني غريب شوية وهو الاحساس المسكي الباودري الواضح والصريحة تحس بقى ان انت بتشم ريحة ميسك مضيف ولكن في لمحات سبايسي موجودة وفي لمحات من الخط الخاص بسوفاج الكسير يعني انت في النهاية كده تحس ان انت بتشم سوفاج الكسير في الدراي دون بس بشكل باودري ولكن هما الاتنين مش زي بعض يعني انت هتحس ان في النقاط كده تشابه يعني انا من وجهة نظري هل العطر ده هو عطر يستحق انا شايف انه بالريحة الموجودة دي التوليفة العطرية دي مع الاداء الموجود هو بالمناسبة مش قوي في الفواحان ولكن الثبات عالي ثباته حلو على البشرة وعلى الجلد كده بيدي ريحة لطيفة قوي وفي بعض الاحيان يعني ممكن تحس ان هي بتقلب يعني باتجاهها الشهواني نوعا ما على البشرة لان المكونات نفسها بتتفاعل مع البشرة وعلى الملابس هو بيمتدل حوالي 8 ساعات و 10 ساعات يعني ما جربتوش في مرة وقعد معي اكتر من كده لان انا جربتو من خلال السامبل دي فمش هقدر حكم عليه حكم يعني تام ونافذ يعني زي ما بيقولوا ولكن لا اقعد فترة طويلة حوالي 8 ساعات ل 10 ساعات السؤال بقى نفسه هل انا اشتريه الاجابة ببساطة هي اه اشتريه لو انت عايز يبقى عندك مواكبة للمجتمع العطري وتبقى مجموعتك العطرية فيها عطر لسه جديد اصدار حديث ويعني هو اعتبر دلوقتي اكسكلوسيف مش منتشر فانت عايز ان انت تحس بحساس تمييز اه اشتريه لكن اجابتي انا شخصيا على المستوى الشخصي لا انا مش هشتريه لاني شايف ان المبلغ اللي بيدفع فيه هو مبلغ كبير قوي مقابل قيمة قليلة قوي ده من وجهة نظرية وانا ممكن اقتني نفس الدي ان اي ده ولكن هاضطر استنى شوية واشتريه من خلال دور المحكاة المصرية زي دار مونة الياسمين اللي عندها مجموعة كبيرة قوي من عطور المحكاة منها محكاة لللين الخاص بسوفاج وتحديدا عطر سوفاج الكسير فانا ممكن استنى ما الدار دي او اي دار مصرية تانية تقدم نسخة الجودة بتاعتها كويسة وقريبة من الوريجنال او حتى لو دار عالمية ككلون هاوس يعني انما مش هشتري ب300 يورو او ب350 يورو او حتى 250 يورو او حتى 200 يورو او حتى 200 يورو العطر ده او حتى 150 يورو برضو يعني انا شايف انه حتى لحد 100 يورو فممكن وشايف انه ده كتير قوي بجد برضو على نفس التوليفة الموجودة دي الكرييشن ده مش بالقوة اللي تخلي اي حد يدفع فيه فلوس ولكن ممكن ناس كتير تقتنية ممكن ناس كتير تشتريه انا شايفه في فيرستايل انت تقدر تستخدمه في كل الاوقات يعني وشايف انه هو بيميل للطبع الوقور اكتر والرسمي نوعا ما يعني انا محسيتش انه هو ممكن يعني يبقى بلايفول كده في ريحته لا يعني هو ريحته ريحته مسكلا اوي ذكورية اوي والحضور الرجولي عالي فيه اوي تحس كده ان ريحت التستستيرون فيه طاغية اوي ده تستستيرون كده انت تروش وتلبس البدلة او تلبس بدلة وتروش وتنزل وتروح تحضر ميتنج او تحضر يعني امسية في مكان مفتوح او تروح تحضر فرح في مكان مفتوح برضو ام يعني انا بحس ان هو يدي الطابع ده انما لا يديش الطابع الخاص بان هو بلايفول بس هو فرستايل يعني ان تستخدمه الصبح تستخدمه بليل تستخدمه الصيف تستخدمه في الشيد تستخدمه في الخنج writes او تستخدمه مثلا في الخروج انما ما اعتقدش يعني انه ممكن يكون في حد بيستخدامه في الجيم يعني الستايل نفسه سبيسي او يزياد عن اللزوم وسعره نفسه ما يخلهوش يعني ان هو يتم استخدامه في جيم يعني يعني مش هتخلص ازازه مثلا في شهر او شهر ونص وانت دفع فيها 300 يورو عشان الجيم بس يعني ده بالنسبة لاغلب الطبقات المتوسطة يعني فانا شايف ان هو عطر جميل ودي الخاتمة هو عطر جميل لكن ما يستحقش ان انت تشتري دلوقتي بقى اشتريكو لون وضعش فلوسك على الفاضي وانت نساش تعمل لايك وسبسكرايب وخليك دايما متابعني وقل لي ايه العطور اللي انت عايزني اتكلم عنها في التعليقات شكرا لكم واشوفكم في تقليم جديد مع فواح